اشتركوا في القناة وما كنا لنهدد يلولا أن هدان الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أبناء المشايخ الكرام معالي الوزراء أصحاب السعادة السيد أبدالله جاه أعضاء اللجنة التنظيم والتحكم أمهات المدارس منظمات الإسلامية السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن أحضر اليوم نيابةً عن مولانا الخليفة الشيخ محمد ماحي إبراهيم يسر هذا الحفل الرباني البهيج المنظم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الحفل الذي ينظم الاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية وشركة سينيكو للتكريم الفائزين في مسابقة سينيكو الوطنية للقرآن الكريم في دورتها السادسة إنها مناسبةٌ يجب أن نتدبر فيها عظمة القرآن في هذا الشهر ذلك القرآن الذي وصفه الحق جل وعلا بقوله إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ وقال تعالى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنًا يمشي على الأرض في حق حفاظ القرآن وفقًا لما ورد في الصحيحين مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران أيها السادة يسرني أن أتوجه هنا بالتهنئة إلى جميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان شهر القرآن شهر القدر وليلة القدر راجياً أن يتقبل الله منا جميعًا صيامنا وقيامنا وإنفاقنا ودعاءنا ثم إنه ليسرني باسم الخليفة شيخ محمد الماحي إبراهيم يس أن أقدم الشكر والتهنئة للقائمين على جائزة سنكو الوطنية لحفظ القرآن الكريم هذه الجائزة هذه الجائزة التي وصلت اليوم إلى دورتها السادسة كما يطيب لي أن أشكر الجميع على تنظيم هذا الحفل تحت سامي إشراف الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم نصر رضي الله عنه الذي كان القرآن شغلة وكان ذكر الحكيم كرامته وأساس مدرسته وروح نهجه فللشيخ إبراهيم مع الذكر الحكيم تاريخ طويل فقد فسره والده وهو الشيخ الحاج أبد الله نصر رضي الله عنه مراتٍ أجّة كما فسره هو نفسه أجّة مرات بالعربية وبالألوفية وأخرج الكثير من كنوزه وأسراره وها هو الخليفة المعظم المفسّر الشيخ محمد الماحي إبراهيم نصر يواصل تلك المثيرة منذ أجّة سنوات بتفسيره للقرآن العظيم في شهر رمضان من كل عام إن اختيار الشيخ إبراهيم رائياً لهذا الحفل في محله فقد كان القرآن حياة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه ومركز اهتمامه الأول إذ فتح له المدارس وجعل حفظه أول خطوةٍ يخطوها الطفل المسلم لقد وجه الشيخ إبراهيم لأحبابه وتلامذته نداءه المشهور الذي يقول فيه أحبتي فلترسل الولدان كي يقرأوا وقتصب القرآن ويقول الشيخ رضي الله عنه متوسلاً للمولى عز وجل فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك الأظيم شوقي وحبي فيك لا يشفيه سوى حلولي وارتحالي فيه ويشهد العلامة الموريتاني الشيخ محمد فال ابن باه العلوي للشيخ إبراهيم بالعناية القصوى بالقرآن الكريم فيقول في قصدته المشهورة التي يتحدث فيها عن بعض خصال الشيخ يا قارئ القرآن ايا قارئ القرآن ايا قارئ القرآن متقن فنه وقارئه عشراً وقارئه سبعاً ويقول الظابة الموريتاني الشيخاني ابن الطلبة ابن الشيخ محمد الحافظ مادحاً شيخ إبراهيم بما في الكتب قد تأتي وتأتي بما لم يأتي قط به كتابه لقد نقل تفسير شيخ إبراهيم يس للقرآن من الأشرص التي سجل فيها بصوته إلى الأوراق وتم جمعه وتم اطباعته في مجلدات على يد أحد كبار تلامذته هو العلام الموريتاني الشيخ محمد ولد الشيخ عبد الله الجيجبي وسأقدم لرائل جائزة سيد عبد الله جاه وصديقه سيد مصطفى انجاي بعد قليل سأقدم لهم نسخاً مطبوعة من هذا التفسير الذي حقق فيه الشيخ بصدر الله بيان القرآن بعد أن حقق جمعه وقرآنه وبعد أن قرأوا الحق واتبع النبي صلى الله عليه وسلم قرآنه قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لن أنهي كلمتي قبل أن أشكر أبناءنا وبناتنا من حملة القرآن الذين اجتهدوا في حفظ كتاب الله وبذلوا في هذا الشهر الكريم أقصى جهودهم للفوز بالجائزة والشكر مع التهنئة موصولان لأساتذتهم ومعلميهم ولذويهم ولمن شجعهم على ذلك مرة أخرى أشكركم وأرحب بجميع الحاضرين مهنئا بمن فازوا في هذه المسابقة التي نتمنى لها النجاح والاستمرار راجئا لراعيها التوفيق والتيسير والتحقيق المطالب وأسأل الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن يحفظ السنغال وطننا الغالي وأن يبسط عليه وعلى شعبه أجواء الأمن والأمان والأخوة والتكافل وأن يحقق له الرقية وتقدم والإزدهار والله تعالى يتولى الجميع فهو يتولى الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأيضا ومن ثم يستطيع أن يكون كبيرو كونكتنا ونحنًا وعشانًا ويقول لعم تلك الغالية يستطيع أن يكون سيء على المسابقة وعشان الى سنغال وتعالى في حال المسابقة ترجمة نانسي قنقر 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 لذلك يقولون أن المساء ليس جاء الله وهم سرعت ليه؟ لماذا لا تبحث عن وسائل الميرجع السراء يجب ان يكون من الدفعات و حلية جدود ثورية و حلية لماذا يستسعي، ونعدي بطاعة لكي يكون عندما يتحدث أن العلاج بطاقة بعد ذلك من الحمس wavelength ومن ثم يوضع الوصول على إيقام وبما ان يرغب في القرى لكن هذا لا يبدو ان يكون بمتترين بحقوق بعض الموتين ومترين بحقوق بعض الموتين في العامات الفترة يحصل على المسارة ولا يحصل على صفحة السلام كل هذه الشكل يستطيعون كلها يتعطون الوطف يجب أن يكون لدينا ممنع لا يمكنهم ان يكون لدينا من نتوقع من الومات يجب أن أعلم بحقوق ولكن لم أعلم بحقوق هذا المتحدث من أن يتقل إن يكون على linات المتطقة وحقاً لكم عليك أن يكون على القرآن اليوم إن كانت معي أثناء كل يا ربي و إن كانت معي بطريقة من اليوم أن يكون في القرآن لأن تقوم بعمل القرآن تتكلم بعمل القرآن تتكلم بعمل كل شيء ونعمل بعمل قرآن تتكلم بعمل القرآن هذا المهم يؤكد أن تبص بشكل أثر ويجعلت في القران ماذا أولاً من ت órان legislation يمكن فعلتها كما يمكن ان يزالها ولكن يمكن ان يقربوا مواي ويجعلتن هذا لا يجب أن تابع ما يجب أن نعلم في حين احد يجب أن تفاجز ؟ و يجب أن يجب أن تفاجز في هذا المنقر بالأجزم ، في هذا المنقر والأجزم ، في هذا المنقر طبعاً لم يكنة تكت classy لم يكنة تكتبнач القديم من أول حكومته ولكن لذلك يجب أن تكون هذه الشقة كانوا يتابعوا ،وايوا بتعزيز ،وايوا تذكروا ،وايواواواهرون مثلاًواهرون نفسكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولكن أنت لا تتأكيد لا تتأكيد لأنه سوف يتجب أن تتعلم أن يكون أنهم يدعون في هذه المعرفة أنهم يتحدثون أن لأنك أخبرت الشيخ إمراهيم أنه يجب أن يكون يجب أن يكون ترجمة نانسي قرآن ولكن أقوم برؤيتاء في الحرب والأولف كما توجد في الكثبات الأسفل لديه من موريطاني الذين يمتعون إلى طالب الشيخ إبراهيم وهو مجدد أن يكونوا بإمكانية كثبات ستحوا بطالب أن يتجعروا على المنزل هم تحصل على نظام الأمر وان يكونوا بطالباً ستقوم بطالباً بطالباً لديه الجو شعور اتبع قررنا مع نصفان جاي كانت مَسْتَفَ عَلَيْهَا حينما كان يتضبع طوال فضول خط وحسومنا في مواطنة القرآن وخورة تتجربة وخبرت للتتجرب حتى تتجربة قملة أحب الطعام وأنتم بأنني 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 أخاتي كأنني أرادت أريد أنني أخبرتني من أجل من الفيأة من إجلال تقول بأنني أخير محمد المسور دومي أيضا وعشر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر